عدى سادسة والنصف من مساء الغد سيوجه رئيس الحكومة حسان الدياب كلمة إلى اللبنانيين تتمحور بشكل أساس حول قرار الدولة اللبنانية النهائي بالنسبة لليوروبوند وسيكون الشأن المالي والاقتصادي والنقضي حاضراً بطبيعة الحال وقبل هذه الكلمة ستعقد في قصر بعبداجلسة للحكومة تبحث حصراً في هذا القرار وسيصبقها الاجتماع المالي الثاني بحضور رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة ووزراء المال والاقتصاد والدفاع وحاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة المصارف بالإضافة إلى الخبراء والاستشاريين وعلى ضوءه سيتخذ القرار الذي حتى كتابت هذا التقرير لا توجه معين بعد بشأنه في قراءة الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجيئة فاجتماع قصر بعبداء أساسي والاحتمال الأكبر دفع جزء من الاستحقاقات المفروضة الاجتماع بكرة هو اجتماع أساسي لأنه إذا ترى أن تأخذ الأشخاص أصحاب القرار مجموعين كلهم برعاية الرئيس وراحين يقرروا يشوفوا شو هن الخطوات للآدمة أنا باعتقاد الشخص القرار رح يكونوا أغلب الظن أنه رح ندفع جزء من الاستحقاقات يلي مفروضة علينا للمرحلة الآدمة يلي هي يمكن تكون أغلب الظن للفوية حتى تسحب الحج القانونية قدام الحملين السندات أنهم يروح يرفعوا دعاوة على الدولة اللبنانية نهارة ثلاثة في نيويورك يرى عجاء أنه أيا كان قرار الدولة اللبنانية فالمرحلة المقبلة ستكون حساسة ومحفوفة بالمخاطر شو ما كان يكون قرار الحكومة؟ شو ما كان يكون توجهها؟ المرحلة يبتدي عن من بكرة أنا باعتقادة فتنة بمرحلة حساسة مرحلة رح تكون محفوفة بالمخاطر بدي يكون فيها تشدد بتطبيق الأوانين مثل حالة الصرافي مثل حالة الانضباط الميني التهريب الجمركي إلى مونيرك حتى نقدر عن جد نقطع المرحلة على خير وسليم وتبقى النقطة الأساس خطة واضحة إنقاذية من قبل الحكومة الخطة الإنقاذية بدأت تكون واضحة وهذه بدأت تشمل كل شيء بدأت تشمل شو بدأت تعمل بهالمرحلة الأدمي كيف بدأت تعالج المشاكل الموجودة كيف بدأت رائب وإلى ما هونيلك وهذه إذا قدرت تقنع فيها الأسواء والمواطنين نحن باعتقادنا أنه تقطع هذه المرحلة على خير وسليم وارتفاع الدولار بهاليومين الماضيين هو بيعكس شئتي أما بيتي الرأي العام كيف محقون بهالش هذا أنه بعده مش عيرف شو موقف الحكومي إذا بدأنا ندفع ما بدأنا ندفع وإذا ما دفعنا إيه آخر العالم أو إذا دفعنا يعني راحوا مصرياتنا فإذا فيها الضياء هذا هلأ بكرة من المفروض أن الأمور تتوضح قبل ساعات على استحقاق اليوروبوند كل الأنظار أولا إلى قرار الدولة اللبنانية وثانيا إلى انعكاسات هذا القرار اقتصاديا وماليا وسياسيا وشعبيا ساعات حاسمة تترافق مع اتصالات واجتماعات في محاولة للنهوض من مصار 30 سنة من السياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية